شارك نشطاء صحراويون جلهم من النساء الناجيات من مخابئ الاعتقال السرية المغربية في مظاهرة نظمت في حي كولومينا وسط العيون المحتلة للتعبير عن تأييدهم للمشاركين في المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليزاريو والتزام بمخرجاته وحمل المشاركون أعلام الجمهورية العربية الصحراوية ووزعوا مناشير تدعو الأمم المتحدة للالتزام بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبالضغط على الاحتلال من أجل تحرير جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المختطفين مجهول المصير اشتركوا في القناة